طيب مزعلش مني المدرب ده هو اللي يستهل الفلوس في اليد طبعا راجل طبعا نهارده لما تيجي تقول انا جاي بمدرب اجنبي وهديله فلوس هو ده مش اجنبي وخلاص ليه بقى وده المفروض وبرضه ممكن الناس تزعل مني مدربي المصريين اتعلم من الرجل ده طب اتعلم منه ايه بقى عدم الشكوى خد بالك عمره ما قالك انا عندي مركز ناقص عمره ما قالك انا عندي مشكلة في اللعيبة عمره ما قالك عدم قيد عمره ما قالك اشتغل وعمل فرقة ده حتى اللي بيقولها التصريح المشهور عند كل المدربين اللي في مصر والاجانب واللي مش اجانب واللي بيجو الزمالك واللي بيجو الآقل بكل حياته التحكيم هو ولا مرة بالعكس ده طلع شاب الحكام المصريين الارض حكام مدي خمستاشر دقيقة في الشوتين وانا سعيد ان ادي خمستاشر دقيقة تخيل بقى رغم النزمال الكاسبان لان ده اللي المفروض يحصل كل ماتش لان فيه لعيبة كتير او مصرية بالضوءات كتير او والحكام بتكبر دماغا فحرام برضو احنا حافظين الحكام المصريين عندنا حافظين تلات دقيقة او دقيقتين في الشوت الاول واربعة دقيقة او خمس دقيقة او ست دقيقة في الشوت التاني او ممكن كمان دقيقة في الشوت الاول حتى لو ضع تلات اربعة دقيقة هي دقيقة يقول لك ايه يا عم لسه شوت عارف لأ انا ليه حق اخده عايز تقع في الملعب اقع عايز تتعالج اتعالج بس تديني حقي ما اقول لكش انا كحكم طب ماشي نزل عليك بس الوقت يقول لك يا بص اهم حاجة في اللي حاكم يقول لك وقتك معايا لأ بيشاور يقول لك هدي تلاتة هدي خمسة وقتك معايا تب يديني وقتي ما يدينيش وقتي صح النهاردة الحاكم يديك حق التالت ومتلت مزبوط خد بالك تلاتة صفر لو حاكم مصري هيقول لك ايه يا عم تلاتة صفر الدنيا خلصان يلي خلينا هدي تامن دقايق ولا بتاع انا هدي تلات دقايق ملمطش خلص صح لا الحاكم ملوش دعو الحاكم طبق قانون ايوه فالنهاردة لما نيجي نتكلم عالمدربين لا اتعال ما فهاش مش عيب انت انت انا قلت في اول حالة اتحاد الكورة نفسه اه لأ انا قلت كده قلت اتحاد الكورة نفسه انت عندك فرد في مصر اه مدرب اجنبي لو سلح تعالي ادي كورسات للمدربين مش عيب ما انت معاك خبرة اجنبية كبيرة راجل خبرات راجل ستة وسبعين سنة خبرات مش طبعية ما نستفيد منهم كلنا كمصريين نستفيدة كاملة واخد بالك مش صدف عشان الناس ما تقولش صدف صدفة دي مدربين تلاتة مع فرقة متوسطة قعدنا هنا قبل كده قلنا ايه مستنيين اربع ماتشات صعبين صح عدى الاربع ماتشات الصعبين بتعندك اهلي وفوتشر وبراميدز بكل فرق اهلي هتكتك معين صح ساعات ممكن يضغط من قدام ساعات ممكن يقفل في نص ملعبه تمام كل مباراة وليها واخد بالك عارف امتى يدافع وامتى يهاجي ولما بيجيب جون دايما بيغار التكتك بتاعه صح صح مش اللي هو يجيب جون ايه ويقول لك اطمع حتى اللعيبة انا قلت لك قبل كده شخصيته قوي عمل اتزام عمل حالة حتى اللعيبة لما بيجيب جون الزمالك ممكن ايه واحد يقول لك لا انا اطمع في التاني وافتح الجين بسرعة لا بص مسكين نفسهم تعاف انا اقول حاجة وانت معايا فرصة وشانا كنا مع بعضها بكده كتير انا قلت الكلام ده انا قلتو وكل جميع النادي الزمالك قلوه ومحللين النادي الزمالك قلوه حمزة المسلوسي لا يصلح لليعبة للزمالك الراجل جيح حول حمزة المسلوسي النهاردة حمزة المسلوسي واحد من النجوم المباراة دفاعيا تخيل قصة المركز بغض النظر انت أقولت ولا ما قلتش الا انا قلت ان حمزة المسلوسي اه دفاعيا بس اه وده مش هو ند الزمالك عشان بقى صريح برضو معك. بس لجاء هو بقى سنتر باك. ما عليش. ما عليش. لا بالعجل على كلامك هو استفاد منه زي. حتى ما انا بص شوف انت بتقول ايه ممكن اجا اقولك انا كمان فلسا اقولك لا انا اقول انت حاجز مثل مارسلوسي ده لعيب كويس وبتاع دفاعية. دايما كنت اقول ايه دفاعية. فكان لي اوقات في الحتة الدفاعية لكن هجوميا معلش لا مش. وده ممكن يا كابتن والد يكون السبب الخليات ثالث في الدفاع. لا ما اقولك ده ميزة المدرب اللي ظهر حمزة المسلوسي بطريقة صحيحة. صح. اللي عرف امكانياته جيدا. صح. قالك ايه. ده سيدي مش مطلوب منك غير انك تدافع. مم. تمام. وترحل وتقفل الناحية العكسية. صح. ويسيب نمار يشتغل. مم. ويسيب زيزو يشتغل. مم. وانت اظهر في الحتة دي. ان انا لما يجي عليها هجمة مرتدة. اخبر منها فقصة حاجة. فالناس تعمل ايه. يظهر ايه. حمزة المسلوسي بطل. صح. تمام. صح. لكن لو بتلعب لعب وجيم مفتوح. مم. وحمزة المسلوسي ده رايح جاي. مش هتلاقيه. مم. طب ناس اغلب. اه انا بقول انا انا بقول اللي انا قلت. ودي ميزة المدرب. ودي ميزة المدرب. انك تعرف امكانيات واي. يعني مثلا. انا قولي العباني ده لعب حريف وبيعرف يبني اللعب كويس. ومدافع هادي. ومدافع عليها. مزبوط. في مدرب تاني يقول لك لأ ده ما ده محريف بقى ما خليه بليمي كروب تقفى. يختفي قوي العباني ويطلع وحش في الاخر. صح. عشان كده قلت لك ايه. لما قلت لك الناس تتعلم تتعلم من الراجل اللي شغال على امكانيات لعبته. الراجل اللي ما بيشتكيش. من الراجل اللي يقول لك لأ ده احتياطي ده ما كانش بيلعب ده. بقاله فترة طويلة لأنا ما عنديش كان عندي عدم قيد. لا 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 جي اشتغل على القماشة اللي معان. احنا هنا في مصر يحصل ايه? المدرب يجب انا عايز فلان وفلان 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 وفلان. بقول لك ايه يخصى. يقول لك لا انا طلبت. لا وانا عامل ايه? اسمه بس اه انا طلبت لعيبة وما جاتش. اشتغلش. انت مش عارف تطور. ما تشتغلش. اما انت درك ايه? انت كمدرب درك ايه? صح. درك تعليلي اللا ايه ده وتطوره وتعرف امكانياته وتشتغل على قد امكانياته. ولا تكتب ورا فيها التشكيل. ولا انت درك صح تحط تشكيل وتقعد والناس تلعب لوحدها تكسب دوري. انت فاهمني? صح. وزي الناد لقالي في عصر الزهب. وزي الناد الزمالك برضو في عصر الزهب. كان ايه? خد بالك. لا يعني انت بتتكلم على جيل كان بيكسب لوحده. ما قللتش من المداربين. انا مش قللت لا. كنت لسه بكلم من دي من شوية. لا انا مش بقلل في دي. اه. بس عنده. يعني. لا بس انت النهاردة لما يبقى عندك قماشة عالية قوي. اه. وتكسب انت مدارب كويس. ما قلتش حاجة. صح. انت فاهم? بس انت عندك قماشة عالية قوي. حلو. فدورك. انت لخياتي القماشة عالية. حلو. لا. هي القماشة عالية. هي القماشة عالية. لا. انا بتكلم على الجيل الزهل. بتعناد لاله وبتعناد زمالك. لما تفتكر الجيل. عشان ما نقولش اسماء. كسب الدوري وبعد كده جي اتنين مدربين. خدوا الارض وخدوا الارض. الفين واحد. الفين واحد ما خدش دور. دوري ابطال افريقيا. خد دوري ابطال افريقيا الفين واحد. جيب على كده اتنين مدربين. ونزلوا بالاهلي لتحته خالص. ما هو ده مدرب. ما نلتش منه يا كريم. انا بقوله على فاكرة بقوله بشكل عائب. بس انا بقولك ايه. في مدرب بيجي لاي ناس جاهزة. حتى لو هو كويس. في مدرب بيجي لا قماشة مش جاهزة فيقولك لا. انا خسرت بسبب القماشة دي. بسبب اللعيبة دي. انا كنت عايز عندي 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 نواقس كزا وكزا وكزا. انا محتاج اللعيب كزا وكزا. ايه اما انا اخسر. تمام? ودي بتحصل كتير وانت عارف. والشكوى. طبعا. والشكوى حتى في المؤتمر الصحفي حتى في اي لقاء يقولك. انا عندي اربع خمس اصابات. انا عندي مش عارف ايه. النهاردة حتى في المباراة. اه. الوينش من العناصر الاساسية والمهمة جدا. خرج محسيتش. تمام? وخرج ورغم ذلك متحسش ان فيه اختناف. اقولك مفاجأة انا اعطاك ده حالي وحال الناس كتير. وحالنا نفرج على المبرأة. ما خدناش بالنا انش ان هو خرج اصلا. اه. عفوا الوينش خرج بعد شوية. اه. بتدينا ناخد بالنا ان الوينش خرج. انه انت ما حسيتش بتأثير في الدفاع. لا. ليه بقى. اه. لان هو معوض الحتة دي بايه? بالكتلة الدفاعية اللي هو عملها. صح. فما بيوصلش اصلا للاثنين المساكين بشكل كبير. اه. تمام? فخلاص انت النهاردة برامدز بعمل الاستحواز 80% ماشي. بس ايه? هو كل شوية عايزك تعمل ايه? تنقل الكرة لتحت. شكرا انا نجحت. صح. كل ما تنقل الكرة لتحت. ما تلاقيش صغرة تعدي. فانا نجحت. لا واضطر اخلى برامدز. النهاردة يلعب كرة عالية وده مش برامدز. طبعا. خلاص كل الكرة. مش لاقي. مقفولة. مفيش. خطبالك فيه ناس. لما بتيجي تعمل تكتل دفاعي. تبقى سرحانة ومتعرفش تعمله. اه. انت فاهم? ايه. لا. انت النهاردة نادي الزمالك متمرن عليها. بيعرف يقفل كويس قوي. صح. نادي الزمالك دلوقتي لو طلعس حتى بيعيد عن البلوك الدفاعي ده. هو بيعمل ايه? بيحصر كل فرقة بيلعبها بالذات في الاطراف. هم. الناس اللي تركز النهاردة. الناس زمالك يعمل ايه? يخلي الكرة تطلع برا. وبعدين يخلي الكسافة العددية كبيرة. تمام? بتاعته يقطع الكرة. اول ما بيقطع الكرة خلاص هو عنده كساف في الحتة دي بيبدأ ينقل ويطلع بيها. صح. وبيعمل حولات عظيمة صح. ده برضو ما كانش بيحصل. صح. فانا بقول لك شغل الراجل باين. هم. يعني شغل مستر فريرة. باين. ده ما كانش. ده ما تقدرش تقول لهم. عشان كده تكسب لوحدها مسلا. لا انت شايف البصمة. طبعا. 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 باينة اول. والالتزام من اللعبة. ايوه. لازم برضو ندي حق اللعبة. صح. انت طول ما انت ملتزم ومركز وعايز وبتنفس تعليمات وتعليمات صح. لا انت تكسر. بس حد الالتزام ده جاي من شخصية المدرب. طبعا. وثقة اللاعبين في المدرب. طبعا. يعني اصلا. ويبقى مقتنع بالمدرب. فده عشان المدرب بتديره السكة ندية انه. انت هتستخدمني في الوقت المناسبة. طبعا. مش علاها. وبعدينش كابالة جاءت خلاص. ندك بقى يعني راجل خبرات عالية ولعب كتير وعارف. انت فاهمني. واخد بالك من نقطة المهمة. ان راجل مدى السكة لأي لعيب. فانت النهاردة هتخرج عن عن النظام. هتوقت. والدليل كل. فانت. بصد. قال له طريق حامد مش مشكلة. اللاعب ايا كان يا كريم. لو قعد. هي ده ده سلاح. انك انت تبقى في الملعب. لو قعد. حتى لو انت مين. والرجل استغنى عنك وعنده شخصية قوية. وقال لك لا لا انا مفرقش معايا ده. وبعدين تلاقي كمان يديني ايه. لا ماشيا. بيكسب. تلاقي اللاعب ده يامل ايه بقى. يبدأ. لا انا لازم التزم. ولازم اسمع الكلام. ولازم مش عارف ايه. فلازم نشتغل كده. مفيش حاجة اسمعنا من غير اللاعب ده. آآ خلاص. انا هقع. ازاي? اما انت انت جاب خمسة وعشرين لعيب. عشان يبقى هما اتنين تلاتة لعيبة اللي بيكسبوك. صح. تم انت النهارده مع غياب بن شرق. وطريق حامل. والوينش. وسعاد زيزو. وقناج. وكل ده. وعدم القيد. وما كانش عندك صف تاني. ورغم ذلك اوجدت ده كله. اشتغلت على ده كله. وزا ما اتفقنا ايه? انه واشتغل على امكانات اللعيبة بشكل كويس. صحيح. واللعيبة في نفس الوقت لما خدت ثقة. لا زادوا. حتى اللعيبة اللي كانت قاعدة برا زادت. في الاداء. تحس ان هم ايه? لا لا. ايه الفرقة دي? برضه ارجع اقول لك ايه? تاكتيكيا. عشان الناس يقول لك ايه? هو الزمالك. لقى بكرة حلوة? لا انا في وقت الزمالك عايز يكسب. فايه اللي يكسبني? ألعب بيه.